أسمى نمشي إذن بحث دكتورة إناسة شعار أهلا وسهلا مرحبا بيك صباح نور صباح كيف صباح الورد إذن مرحبا بيك إناس يعيشك وبيك مرسي يعيشك اليوم اخترنا أول موضوع باش نحكيه فيه هو السيدخونال عشبة السيدخونال هي موجودة بجنبك بجنبك إذن العشبة هذية وكذلك شي حزيزة جبت هنا تعطينا فكرة على العشبة هذية العشبة السيدخونال هو اسم عشبة الليمون c'est la citronelle de Java والريحة منحكي لكم شبينة هي نبتة من عائلة البوصيليات ما عندها حتى علاقة بالقوارس كان الرحة اللي تخرجها إنتع القارس وإلا إنتع الليمون نعم voilà donc c'est une plante متكبش فورشة voilà حليلتها مزيينة ديكوراتيف مزيينة والله عندها أوراق طويل qui varie entre 80 et 2 m مع أنتها توصل donc موجودة برشة في إفريقيا والجزر الهند الغربية هي c'est une plante medicinal par excellence sinon نستعملوها في الطبخ في التجميل واللتنجم تكون زيدا موجودة في الاستعمالات العادية في الدار إناس اللي بتبيع النبتة هذية كما قلنا مهمة برشة خاصة نجمو تكون كما قلنا ديكوراتيف في الدار وكل كيفاش نجمو معناتها خليوها منا نزينو بيها وريحتها بيننا وكل ونستعملوها هي كما قلتك هي c'est une plante medicinal par excellence donc نستعملوها sous deux فر هي إما شايحة en forme d'infusion دونك نعملو d'infusion تنقولكم عندها برشة خصائص بهين يسر على برشة أبلوزيوغ نيفو في البدن وإلا زيدا فما كيف تنحيها كريمان العروق انتاحة sous فرم د كين وبصلة صغيرة يتقس انتخنش يتعمل d'infusion زيدا كيف عنده d'impact trés انغيشيصان للبدن بهين برشة رجع عندها انا امباكت على الجهاز الهضمي هي منشط للجهاز الهضمي ووالا وتنظم عملية الهضم ووالا هذا سيأريزان د انا انا فزيون قبل الفتور ووالا زيدا تقلص من الغازات او جاء على المسارن ساعات العب ديكالحاجة حارة ساعات العب ديكالحاجة بردة تخلف لو دي كرامب في المسارن دي كوليت دوك هيا لمباكت تمتاحة انها تنقص من الوجيعة من تعلق لكوليت هيدوك دو سا سيبروبي سيونتيفكم ما ماذا سيبا دكتورة في البيولوجيا تحكم على ماذا سيبروبي سيونتيفكم ووالا دو هي سيط ان انتسبازمودي كيف ما قد لك سيط بكتيري سيد شو معنا معنت وقت اللي تعمل انفزيون تفرجوا فينا ماذا بيهم توا ياخذوا منها ويكل كيف هي سي اون كيار سوب معناتها مقدار 20 غرام 20 غرام مغارفة مغارفة دانزان لتر دو انفزيون في اترامي تخليها تعمل انفزيون تايحة في ماء يغلي pendant 10 منوط ووالا دونك كان تو دي بان لتوليزيزيون انتو شو حاجتك عليش قوتك ما زلت بش نحكي لك على حاجة اخرى بالنسبة للجهاز الهاذمي عندك كويس قبل ما تفتر وإلا كويس وقت اللي انت عندك وجاعة في مسار نكو ألا دي بالون ماء وإلا دي غاز ولا هوا دونك حاجة اخرى هي عندها انا امباكت تخي بوزيتيف الهي ايبوتنسيف تطايح تنسيون دونك بالنسبة للقلب وضغط الدم الناس يتقلقوا معناتها عندهم التنسيون تبدأ طالعة وكل ماذا بيهم ياخذوها كويس كل ليلة مثلا ولا ولا بالفترة وقت يحسروا ويحن تقلقوا خاطر نعرف ساعات في بعض الحالات الأعشاب ينكثروا منهم برشا يولوا عندهم ضرر لا ما نكثروش منهم برشا عندهم ضرر على برشا حاجات وأولا ما هي المعدة لا هنا وقت العبد لا نحن نحكي عن الدوائت الدوائت هذه كمشهولة لا هذه كبطبيعة هذه بشد ديوية ولكن ساعات العبد ينجم يحس روحه موفيز ينجم يحس روحه تقلق ينجم يحس روحه ينجم يحس روحه إن انفوزيون على سيترونيل لا يمكن أن يكون بنيفك دونك شوالي بشتعمل هي سيتان انتوكسيدان بشتطيح إيبوتنسيف بشتطيح التنسيون في الدم انترطان هي توسيعت بش متخليش لغريس يلس ديبوز في الأوعية الدموية معناتها الهد ألإباكواشن دلغريس au نيبو ديزار معناتها الشحم ما يتكدسش ما يتكدسش في الأوعية الدموية في الأوعية دي voilà وتعطي زادة تراخي في الأوعية الدموية اللي تعدى فيها الضغط كثرة اللي هي اللي دخلة للقلب والخارجة من القلب دونك ايه دو سيترونيل ما ينجو مكن يفرحت سيتان غولاكسان دي كنتركتان متاع حتى مريرها في الجمعة بي هاوكا معناتها لي مش متقلق وكل هو ما وش نتاع كل يوم كل يوم تعمريرها في الجمعة جمعتين هكا معناتها انا ليس متقلق لنذهب ونجري للدوية في برشا حاجات صحيح دي ما حاجة طبيعية حاجة طبيعية نجم تكون عندها انا فكت بوزيتيف بش نسألك قديش تعيش في الدار معناتها نحطوها في وسط الدار بتاعنا هي ساعة تمبت فيسع فيسع معناتها معناتها تلقاها دجا كبرت تحب السخانة نجم تحطها في وسط الدار بحضة بلاسة فيها شباك معناتها تاخد السخانة تحب السخانة وتتسقى فينفوها بخسمة هي ما تتكلف شي سر هي في أصلها ساعة دجا ما يشغال قديش تقريبا بين 6 ألف و 10 ألف اليوم يظري منابت الكلب وفكرة بيه معناتها في الحق ريحة أبنينا لا ريحة أبنينا في الستوديو تواسد المشاهدين اللي بيش يشري اللي نجمو يكلمونا إن شاء الله الأسبوع الجاي ينزد ويقولولك 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 إن كمالك إيطرابت دونك هي عندها عندها un impact très positif زادة على الغريب voilà بسك أحنا تواعيشين في موسم الغريب en vogue دونك عنا لغريب saisonnière et لغريب associée للإبيدامي الكوفيد 19 دوك هي طايح سخانة سيدي الفيزيان دو 3 فا بر جو طايح سخانة تنحي الزيت agripo انتع كل فخصان كل برد وكل سخان كلمخالة مع بعضو تعمل على إنها تقلص من إلام المفاصل كو سوى في الزيت agripo وإلا بنسبة العباد اللي عندهم ريماتيزم تندينيت تنجم تكون إلونغاشن تنجم تكون كيفاش في ألي بالمفاصل تنجم لإحنا يفام دوز اتلزازيون فما الاتلزازيون مودرن اللي هي نعملو دزنفوزيون خطر هي زادة تعمل ستان دي كونتراج تنجم يخي العصاب معتها أوتوماتيكم انت كي بش تشربها هي اللي تتندر المسكول تبدأ دن لكاد تندينيت أو ألا أنتخ أو ألا روماتيزم أوسي نجم ناخذ العرف يتقس وان بتتراندال خطر هي راسها كيف مرس البصل من الوطا يتقس وان تتحط دن كم بش ويتعمل كم ميدة معناتها كميدة سمحني كم كم بش نجم تكون كم بش موية فم تتحط فيها ل الهراندال de citronel تتعمل كريم وكميدة في البلاصة هذيك تتخليها 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 تتكمت بها تتكمت بها وإلا فما سويا 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 تينا كيف فما لإستخل مدير نعش قد فما توا لإستخل موجود حاذر اللي هما لزويل إسسانسيال دونك في كل البلاصة لزويل إسانسيال وإلا كريمان مع الكري وتعطي تنحي لجيعة ودك لحقيقة جولة حلوة برشا إناس يعطيك الصحة على اختيارك خاصة على العشب الليمون الذي بالحق معنات اكتشاف ويظور لي حتى في المطبخ عنده زادة دور وعنش نشوف باش نمشي بحث الشاف أسمى باش زادة ترجع يظور على عشب الليمون لأنه نجمو نستعملو في عديد الاستعمالات ودي غسات نعرف اي برشا برشا بتبيع مواضيع اخرى باش نحكي وعليه ونرجع له عشب الليمون وكان حتى ساد المشاهدين نجمو يسألك ويتفعل معاك مباشرة على الهاتف نحن باش نمشي بحث شاف أسمى باش تكمل تحكي لكم على عشب الليمون حتى كيفش نجمو نعملو في غسات وكذلك تكمل جوابكم على تساؤلاتكم على الرقم 7143 475 ورجع نالكم مرة أخرى حسب ما كانت تحكي للدكتور هي أكثر عشب يمكن مفضلة عندي أنا يمكن اللي يعرفوني برشا حتى في الدنيا يعرفوا اللي نحب تسكي قارس ومطعم قارس وريحة قارس واللي تابع القارس الكل سيد خونال تنجمو تحطها في الكوجينة كبلانت تحب صخانة كما كنتوا تسمع وتنجمو تشير هالبلانت وتخلي ها في الكوجينة جي بها إنتخت بنينا برشا لذلك نتحكي عليها تعملوا نفس الإنفزيون يأما بالشيح المام تعملوا بها جي في برشا حاجات كما تنجمو الانفزيون تعملوا بها تعملوا بها الكريمة بتاع التارت تنجمو تعملوا بها ديفيرين وهي خضرة نجمو ندخلها في اللي سالاد بنينا على الأخر وفيها أكل للوقوف هكا شوية هكا فم حموضية يسر بنينا على هذكا أخذوها بالحق ننصحكم تشريبوا البلونت هذية وتخليها بحديكم الكوجينة أنا بش نشري منها زادة وبش نخليها في الكوجينة هنا بتاع الستوديو بش نهارة اللي بش نستعملها تشوفوا كيفش النجمو نستعملها في لتا هذية اللي هي خضرة وكيفش النجمو نستعملها كتكون شايحة بنينا على الأخر وكنتوا تسمعوا من عند الدكتورة الفوايد امتاح بي نرجع احنا طوى للفاحات للفاحات متاعنا كنت حكيت لكم عن التابل والكروية بدنا بالفلفل أعطيتكم أنواع الفلفل اللي نجمو انعولوهم في الدار وحكينا في الاختلاف متاعهم بين الصافي وبين بخلط أعطيتكم بالتابل الكروية الزوز حسب اختلاف الألوان كما قلت ترا وراني نحكي حتى لم يبتدئات راني منيش نحكي على ربات البيوت لقدم اللي زمنيات اللي تعمل في عولتها بتبركال هذوكم احنا نتعلم منهم مش هما وآما نحكي اللي ما زالت هكا ولا تحب ولا بعيدة ولا تحب تعمل العولة وحدها ما فيهم حتى شيء اللي كنت نحكي فيهم مزوز كيلو وكيلو نجم فيهم شوية تعملهم المهم نرجع لطريقة الاعداد التابل الكروية يجبهم يتغسلوا يشيحوهم اللي ما عندهم الشمس حتى مشكلة نحطهم في بلاسة فيها كواندير وإلا في بلاسة المهم فيها هوي وتتحط على قماش انضيف باش تشيح أصون بوغسون النجم قبل ما نبحثوهم للرحال نحكي للناس اللي ما عندهم الشمس النجم في فور سخون أما طافي ما يشعلش ندخلوا جوز باش يشيح يعمل لك دقرميش اللي من باش متعذب في الرحيان نعملوها نكرازيو هو بقشور ما نحيوش لقشور المهم تكون كعبة الثوم وسنة الثوم بيانسور نضيفا فيها شلات راب لحاتا شاي نعملوهم هكي كيكا بقشورهم كيف كيف نشيحوهم في معون واحدهم كي يبدوا يتقرمشوا هكي تمسوا تحسوا كعبة الثوم تتقرمش وقتها نجموا نبحثو نرحيو مع تابل و الكروية ومع الفلفل الفلفل فمزو الطرق يا إما كينا عرفوه الفلفل في برشة وفي برشة غابرة يتقسل ونقولوا احنا نشركوا الفلفل بالتعبير هذية اللي هو نحيوه هذية ونحلوه ونحيوه الزريعة لمن داخل كيف كيف نرجعوه ونشيحوه بيش يشيح بالجداء كينا عرفوه بداية هروش توليته مثلا كيما هكا لا هكا من جموش نرحيوه على خاطره مزال موش شيح بالجداء أنا هذية موش عجبني لونه يزمو يكون أحمر من هكا بش يعطينا اللون شباب كي سواء للفلفل وإلا للتابل والكروية هذية كيما قلت راه وكنت تخفيفة في التابل والكروية مش مش يعطينا حمورية أما مش مش يعطينا حرورية مش يعطينا لون متع تابل والكروية مزيان التابل والكروية الأخرين كيف يكون طريقة تحذيرها كيف كيف التابل والكروية يتقاسلوية شمسوية تشايحوية تنقاوية تنحى منهم لو سيخ الكل بعناية كبيرة خاطر ترقعوا حاجرة وبرشة حاجات غير مرغوب فيها من بعد اللي قلت لكم نفاحات لإضافات اللي بش تزيدوهم فضلا وليس أمرا ما تكثروش ملفاحات برشة يبدأ ساعة تاكل تابل والكروية هم ديكاش تابل والكروية ساعة تاكل الماكلة اللي انفسادها تابل والكروية تبدأ تاكل فما ديزغيغ جو فما خاطر فحت متتقابلش مع بعضها فما اللي حبقو القرفول وبكميات كبيرة من بعض بش يجينا فما مرارة وبش عطيار يرغو بش نقالب للضد معناها في بلاست إنه اسمه ففاح بش نفوحو بي بش تولي انظرها للماكلة والماكلة البنينة هذيك تولي تمشي لاثنية أخرى خاصة المطعم هذي يتكتشفوه كي تشيروا تابل والكروية حاضر تحسوا فما أغياغ جو وإلا فما برشة اللي ماشي بالها تود في روحها تكثر منفوتوش على ثلاثة كيلو بين تابل والكروية زوز تابل والكروية منفوتوش خمسين جرام من كل إضافة بش نضيفوها وهوني بش نتحصلوا على لون مزيان معلومة بكري بش نزيدو الكركم بش نزيدو كعبات كركم كما هكا ناخذو كعب الكركم على مهرس مقلوب و هكا نضربوها بالمهرس اللي انت تفاتفت على أربعة خمسة أما قبل هذي الكركم راهو يتخسل وهوني بش نحكيه على كيفية طريقة تعدد الكركم في الدار ماذا بينا على أهمية وجود الكركم في الكوجينة ما نعملوش الزعفران الاصطيناعي و راهو كلوغون ماهوش زعفران إذا كانوا زعفران حقاني إذا كانوا زعفران حقاني راهو بش تلقاوه سوم وغالي وك الشعيرات الصغير اللي ساعات هنا نستعملهم على هذيك نشيريو الكركم بتاعنا زوز كيلو يكفيو عام كامل راهو و يخي برش نجمونا نهديو حتى منهم ناخذو زوز كيلو و كركم اللي هو في اللي تاه نغسلوه برش مرات حتى خمسة ستة مرات تبشتوفو بش يمشي منو ماهوش مزيين كينا القاول ماهو بتاعنا نضاف سيبون نشيحوه بالكده بالكده من بعد ندخلوه للدار نقلبو المهريس وإلى على زليزة هكا مقلوبة ميسيالش حتى زليزة ومطرقة ميسيالش تكون نضيفة للي ما عندهم مش مهريس نفرشو تحتهم حاجة بش نعملوش حسة باي كان عنا جيرين من لوتا ونضربو هكا اللي تتكسر الكعب على خمسة ستة كعبات ومن بعد نبحث ونرحيوهم يجينا كركم دياري مزيين كما المنظر هذي وقتا نولي ونستعملوه حتى مش في الطياب حتى في الاتيزان وإلا في الماسك ولا في اللي تحبون نبدو متأكدين اللي هو ما فيه حتى إضافة هذي بالنسبة للكركم كمانا أتابلو الكروية هذو ما بينصور في فلاكحة مش بش نحكي لكم عنه برشا في فلاكحة الحاجة واحدة بش نحكي لكم عليها اللي عمرنا ما ناخذه نرطل فلفل قعب أكحل وإلا كيلو ونرحيوه لا ماذا بينا ديما نرحيو مش نهار ونهار ويا سيدي نقولوا متع نهيرين ماذا بينا نعم متع نهيرين هوني كمانا الفح هذي الكل البازيك الكل اللي حكينا عليه يبقى إزيادات إن شاء الله نرجعوا بعد معاكم بأكثر تفاصيل مواصلين استضافاتنا وسعيدة جدا باستقبال سيدة ألفل سولي وهي مديرة الإصلاحات الإدارية برئاسة الحكومة أهلا وسهلا ومرحبا بيك شكرا سبحنو شكرا لكم استضافات يعيشك اليوم باش نحكيه على استشارة وطنية فيما يخص التوقيت الإداري دولة إشكال كبير الاستشارة هذية مهمة برشا اليوم للمواصلين للدولة التنسية تعطينا أكثر تفاصيل وكيفاش المواطن اليوم التونسي ينجم يشارك في هالاستشارة هذية ايه يعطيك الصحة كما قلت أنت الموضوع هذية عنده أهمية كبيرة فماش حد التوقيت الإداري ما عندهش تأثير عليه المواطن المؤسسة الاقتصادية المواثفين في حد ذاتهم بتبيعة الحال هذي كعليش معنيها التوقيت الإداري مهم برشا أنه قيموه هذية التوقيت الإداري المعتمد حاليا باستثناء الإجراءات اللي تم اتخاذها في جائحة كوذيت اللي هو تم التنسيس عليها بالأمر 1710 اللي سنة 2012 توا ثمانية سنوات نعتمد في توقيت معنيها إداري هذية معنيها المناسبة كبيرة برشا أنه باش نقيموه التوقيت هذية اسكو التوقيت هذية ناجع بالنسبة للتقديم الخدمات اللي احنا شنو دورنا كإدارة أنه يلزمنا نقدم الخدمات تبدأ ذات جودة عالية بالنسبة للمواطن لكن مرتبط ديما بالتوقيت الإداري هذيك عليش معنيها على مستوى الرئيس الحكومة مصالح الوزيرة معنيها المكلفة بالوظيفة العمومية تم معنيها تكوين فريق عمل فريق عمل اللي هو باش يطلق الاستشارة هذية ويشوف خيارات التطوير بتاع التوقيت المعتمد حاليا تم معنيها الوضع استشارة على الخط على بوابت المشاركة الوطنية كانت تسمح سيدة مونين نحب معنيها نزيد نأكد على الهذية العنوان معنيها باش ينجم وينفذولوا مرحبة كافة الأطراف خاطر احنا اعتمدنا على مقاربة شركية من الموظفين من كذلك القطاع الخاص المؤسسات الاقتصادية وكذلك العموم معني الاستشارة كانت موسعة بدرجة كبيرة نحبو نستجمعو الأراء متاع جميع الأطراف باش نشوفو انهو خيارات التطوير متاع التوقيت هذية اللي هو العنوان التالي www.e-participation.tn اللي هو بوابة المشاركة المشاركة الموطنية اللي باش ينفذولها وكل معنيها طرف باش يلقى الاستبيان الخاص به بالنسبة للموفين يلقاوا الاستبيان الخاص بيهم بالنسبة لكذلك القطاع الخاص ولا المؤسسات الاقتصادية باش يلقاوا الاستبيان الخاص بيهم والعموم نفس الشي لكن حبيت نوضح حاجة شنو محتويه الاستبيان هذية الاستبيان هذية فيه خمسة محاور اساسية المحور الاول هو تقييم التوقيت الحالي حبينا انقيموه اسكو التوقيت المعتمد حاليا والمنصوص عليه كما قلت لك بالأمر 1710 اللي هو مثل ساعة ثامنة والنصف إلى ساعة مستصف النهار والنصف من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال إلى الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال التوقيت هذية ومداء معناها ارتباطه بأداء الإدارة وأداء الموظف هذية حبينا نزيده نضمنه في المحتوي متاع الاستبيان كما قلت فما العنصر الأول هو تقييم التوقيت الحالي المعتمد ثم انهم خيارات التطوير بالنسبة للتوقيت معناها في إعادة توزيع ساعات وأيام العمل جديدة كذلك ضمننا واستغلنا الفرصة متاع الاستبيان هذية وأحنا ديما نكرس المقاربة التشاركية ما نحبوش كإدارة يخرج معناها خيارات تطوير تبدأ الإدارة هي اللي تحددهم وحدها ولا سيناريو هات التطوير نحبو كيف تلأطراف تكون معنا معناها برايها باش نجمو نعملو معناها خيار ينجم يلبي النجم وقول أكثر نسبة ممكنة كذلك حبيت نواصل في النقطة الثانية حبينا نقيموا أداء الإدارة وأداء الموظف من خلال الاستبيان حبينا تكون المنهجية علمية في التقييم والمحور الثالث حبينا نشوفه أرى الأطراف المدخلة زادة كذلك في الاستشارة هذية في إدخال مناهج عمل جديدة في الإدارة اللي هو العمل عن بعد اللي تعرف انت جاء إحد كوفيد وقد ديش أحنا في حاجة لتكريس هالمناهج هذية جديدة وآخر نقطة معناها تم تغمينها بالاستبيان هو تقييم الإجراءات الاستثنائية اللي تم معناها إقرارها مؤخرا بمقتضاء الأمر 773 لمجابهة جائحة كورونا نعم مهم بارشة مدام مأول فهو يمكن أن الاستبيان هذية وكل وقت ينتهي الاستشارة هذية وهل باش نعرف الوقت بطبيعة الناس لليومة تقعد تشاهد فينا تحب تعطي رايها أكيد أكيد هو الاستبيان هذية حتيناه بدأ الانتلاق بالاستشارة هذية على الخط على www.participation.tn بدأ من 12 أكتوبر إلى موفى 31 أكتوبر ما زال عانا الوقت معناتها جسكة 31 أكتوبر نجمو آخر للشهر هذية بالتبيعة وكتيش معناتها باش تدرسوا معناتها وتخرجوا بالخلاصة ويتم التنفيذ أو التفعيل على الأقل النقاط اللي تخرجوا به أكيد أحنا الفريق العمل اللي مكلف بالدراسة هذية ما هوش بشو قعد يستنى حتى ال 31 أكتوبر دونك كل أسبوع باش يبدأ عنا تقرير في متابعة النتائج اللي توفرت لنا من خلال الاستبيانات هذيك عليش من موقع هذية ندعو جميع الأطراف رانا احنا بالحق ندعي جميع الأطراف باش ينفذوا للبوابة هذية متاع المشاركة وينجموا يعطيونا رأيهم على خط رأيهم يهمنا باش احنا نجمو نعملو خيارات التطوية وهذية حتى ال 31 أكتوبر كما قلتك احنا مش بشو قد نستنى حتى ال 31 أكتوبر فما تقيب أسبوعي معناتها أفغو مزيخ شنو اللي قاعد يصير أكيد مادام ألفة معناتها وقتاش نجمو نقولو إن شاء الله نجمو نفعلو هالتغيير هذية اللي نستنى فيه الحقيقة تعرف الإدارة التونسية توازل كل اليوم نحبو شوفوا إدارة ومطورة نشوفوا معناتها أمورنا تتقضى خير نشوفوا تونس أحسن صحيح صحيح إحنا توح حسب الاستبيانات اللي عملنا حتى سابقا إنه المؤسسات الاقتصادية هي في حاجة إلى توفير الخدمات الإدارية حتى في نهاية الأسبوع عملنا حصاص الاستمرار لكن هذا غير كافي هذيك علش هو الاستبيان هذي بشي ظهرنا أهم الأولويات الأولويات معناها بشي النجمو اللبية وجميع الأطراف من الموظف للمواطن للمؤسسة الاقتصادية معناها الأطراف لكل خاطر التوقيت الإداري عنده أثر على الأطراف لكل على كل توعدنا شاء الله ترجع معنا أكيد في برنامجنا بعد ما يتم بتبع دراسة الاستبيان هذي شنو ما الخلاصة اللي بشتخرجوا بها وإن شاء الله هكا سيد المشاهدين يبدوا عندهم الصبق ويعرفوا شنو حبيت نظيف أنا اللي بشي تم نشره ونتائج الدراسة هذي نتائج دراسة بشي تم نشره في أول شهر نوفمبر لكن ما عدا الإجراءات الاستثنائية اللي تم اتخاذها بمقتضى الأمر 773 لمجابهة جائحة كورونا بشي تم معناها دراستها وتحليلها أقبل موفى التاريخ هذي متاع 31 أكتوب شكرا لك مرة أخرى مدام ألفا سولي مديرة الإصلاحات الإدارية برئاسة الحكومة ما نشبعها تبرش على رئاسة الحكومة طيب بش نمشيوا الوسط للعاصمة التونسية بحنا زميلتنا إيمانا لصيد إيمانا لصيد بش تكونوا معنا مباشرة بعد حين إيمان إيمان لك الكلمة صباح النور موني صباح الخير موني مرة أخرى ومرحبا بسيدة المشاهدين اللي قاعدين يلتحقوا بنا توا في برنامج صباحكم تونسي كما قلت لكم قبيلة موني إنه أعدكم بش نهزكم معايا المنطقة والبلاسة عزيزة على قلوبنا الناس الكل الأكيد إنكم قاعدين تعرفوا المكانة ذي وين المكانة ذي ومن خلال الصور اللي حاولي مررها زميلنا بسام نغرائري اليوم نهير فضي اليوم نهير جمعة قلنا ناخذوكم معنا في جولة صغيرة شوية في أحواز جامع زيتونة المعمور نشوفوا الحركية هنا كيفاش نشوفوا الأجوة صراحة هو فيروس كورونا الوباء هذية خيمة على المنطقة الحركية موني قاعدة تقل معناها حركية قليلة حتى الناس اللي قاعدة تتنقل تقضي في شورها دكاكين الناس الكل اللي الملاحظة هنا إنه الناس لابسة الكمامات ولكن موني كما تعرفوا بسبب الإجراءات الاستثنائية اللي تخذتها رئاسة الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة وكذلك وزارة شؤون الدينية الإجراءات هذه القايمة على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس الإجراءات هذه موني فرضت نفسها على صلاة الجمعة جامعة الزيتونة المعمور الكبير بتاريخه والحامل لكل الدلالات الرمزية والروحانية وحتى الفكرية يلقى نفسه مجبور إنه يغلق أبوابه أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة ولكن مثالش موني بالرغم ظروف هذه الكل أحنا من بيوتنا مثالش أنتم مزادة حتى من البلاتون الناس اللي في ديارها نمدوا أيدينا ونطلبوا المولى عز وجل أنه يرفع لنا هالوباء والبلاء وزيحها على الأمة هالغمة هذية هكا علاش صدفت اليوم بحذية وسعيدة بأنه يكون إلى جانبنا في برنامج أسباحكم تونسي في هذي النقطة الخارجية السيد الإمام الطيب الشواشي هو إمام خمس مرحبا بيك سيد طيب نشرف بنتي مرحبا بيك بك كثير عايشك سيد طيب الظروف والأقدار شاءت أنه مساجدنا وجوا معنا تغلق أمام المصالين في نهاي رفضيلك منكنها سلاة جمعة أحكي لي من اللول قبل ما تعطينا شوية دعاء شنوه إحساسك أنت إمام خمس وحتى المصالين معناها تمسيتوا تمسينا الناس الكل معناها صالات نفقدوها الناس الكل هي سندلة عزيزة على قلوب للناس الكل هذا سمى قضاء وقدر هو إنسان ربي قدر علينا بشيء هذا كما عمل كما نفقد قبل قبل من قبلنا من قبلنا جاءت الأمراض أخرى جاءت الأمراض أخرى كما مرض التعون والآخر جاءت الأمراض هذه لكن ربي سبحانه وتعالى يرفحها يرفحها بقدرته يرفحها إن شاء الله يرفع لنا هذا ولكن هنا وصلنا هنا تمسينا في الشعائر الدينية متاعنا وصلنا معنا إنسان ما عادش الجمعة تعفلي ما يصلي الجمعة النقطة كحلة في قلبه برانة على قلوبهم معنا هذه النقطة هذه تقوم في القلب لكن هذه ما تكونش في القلب لأنها ما يشمي الإنسان ما يشمي هذه من قضاء الله سبحانه وتعالى الذي صلت عينه هذا الوباء والحمد لله ورب يرفق علينا إن شاء الله والناس فهمت إن شاء الله فهمت الوضعية وكلها تمقصرها بالكمامات وزاد الإرشاد الدولي الإرشاد اللي عملوا الدول اللي عملت للناس توعي فيها للإذاعات والتلاف التوعي في الناس والحمد لله وطوى حتى أصلا من هذا اللي عملوا الحساتين نقصة النشي الجاي في الأسواق حتى الأسواق معاشك الاكتفاد هذاك في الأسواق والحمد لله ورب يرفق علينا هذا البلاء ورب يجعلنا نعمه بقولة الله أهلا وسهلا نختم معاك بأحلى الكلمات وبدعاء جميل توجه بنا ونحن في المباشرة الوطنية الأولى وعتينا شوية دعاء فماش مربي يستجيب لدعواتنا الحمد لله يا رب العالمين اللهم إنا نتوسل إليك وبك إلى روحك وإلى سيدنا محمد واللهم نتوسل بك بيقول العظيم أن ترفع علينا هذا الوباء كما رفعته والذين من قبلنا كما رفعت السماوة بغير عمد أنت قادرة أن ترفع هذا الوباء وترهمنا وتهدينا سراتك المستقيم يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نقول فاتحه أولا له نقرأه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح وقلقه والخاتمين لما سبق ناسر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المنصرين والحمد لله رب العالمين رب يوفقنا ووفقنا وحبه ويرضاه بجاه النبي المصطفى آمين يا رب يعطيك الصحة سي طيب تشرفت بحضورك معنا هكا كانت نقطتنا الخارجية مونالي اليوم صحيح الظرف السعيب صحيح الأزمة اللي قادت مربها للبلاد ضرف السعيب برجة ولكن إن شاء الله بإذن الله تكون فترة وتتعدى فقط نكونوا يد وحدة نحميه بعضنا الناس الكل صحيح اللي نحن فيه مجتمعنا الإسلامي نحب وصيلة الرحم لكن على غالب مش من كراهية جاء قرار التباعد الاجتماعي اللي هو يحمي الناس الكل وإن شاء الله رب يحمينا ويحمي تونس لك الكلمة مونالي شكرا لي كمان يعطيك اللي صحة بتبيعها إن شاء الله دعوة خير هذه من الشيخ اللي كانت معنا مباشرة من أمام جامع الزيتونة المعمور لهذه حبيناها تحية وكذلك دعا إن شاء الله ربي يستجيبوا يا ربي إن شاء الله نتعدىوها الجائحة بكل سلام يا ربي أحمي تونسة وين ما كانوا في تونس أو في الخارج وتحية للناس الكل احنا توقع باش نمشيوا ونشوفوا التونسي التونسي الضحاك التونسي صحب النكتة والتونسي اللي عنده عنصرة كالموفاش أخذيناي على غير رادة إيمان السيد مشات وسئلة التونسي عالبا فيت لكن في العروسات نشوفوا أجوبة التونسي وبعدها باش كون حاضرة معاكم نورسة ليلي وضيفها سبا أخير سبا أخير أخير سبا أخير سبا أخير أسمعني في بيلك اللي مفهماش حاجر صحي شامل توا محنش بشتنارجو شو نقود انتعايش مع الفيروس آي شو تالي في بيلك اللي قالو زده حتى اللي عندو عارسه فروحات يكمل يعارسه على روح صفتو در العروس ما تلبسش بافيت در العروس هتلبس بافيت مرحباً عليه هكاً من هذا ما يشيش كيفيش على هذا؟ أي أمك تلبس البافيت وحميتك لأ بي برشاً ليه ليه؟ عليش ليه؟ دار العروسها ما يلبسوه شو دار العروس يلبسوه؟ مالك كيفيش بشتوري ماكياج هالعروس؟ ليه طوال فهمها لدار العروسها بالبافيت ولا دار العريس بالبافيت كلها كيف كيف؟ سؤال محير هذا صعيب ياسر هذا عكا أمك تلبس بافيت نسيبتك لأ ولو يعرسه ما جملة طوال عليها شمعني هدر العروس ليه؟ عذيقاً و عليها مش منصفة عليها جملة طيعة دراهي العروسة بنقص مكياج وحجيمة هاوكا بالبافيت ماكيجي لالعينينا نقص مصروفة مراجو تيساني ونيعان محليكم محلة ضحكتكم لا احنا عرسنا مغير بافيت في وقت الغفلة؟ لا في وقت الخير احنا اش قولك انتي؟ مش فكرة بطبيعة كيفاش العروسة لازم توري مكياجها توري مكياجها وتاخد كورونا سيطمر ذا ليه عاد هاوكا العروس بالبافيت اي اي فكرة واحمدك بالبافيت لا بوس لشي يا باي فكرة باي أقسكوا ينتظموا بالحكاية دية ولا ليه؟ وانتي كان جيت عروسة تعملها؟ القانون عاي كل لا لا ليه القانون قالك واحد فيكم يلبس؟ نسيبتك ما تلبسش وانتي تلبس القانون حكي قول ليه؟ انا ما نصورش قانون يمشي على واحد واحد لا ليش؟ هكيكا ما مالس يلبسوا هوا ما خيرا؟ يلبسوا هوا ما نعروس حشان بافيت عليش ليه يلبسوا هوا ما ولا عروسة تنحة؟ العروسة تنحة؟ هي بضلها لعبات شوي خلوك التبعد بتاع ميتر ويبلي خلوها تنحة اما باش يتنحة باش تبدأ الداخلة بعله وتنرش على المربع له ومحكمش على دانسيبك يجيبوا البافيت وانتوما ليه؟ ما الوقت ذاك كانت في اول كورونا ما كانتش حكاية البافيت كانت بالقانون هذية تقل هما؟ كان بالقانون هذية قتلت نعملها بطريقة مضيقة واكل بقلي بكفش نجم وياكلوه؟ يا زافي بافية حتى في الساك يوقع دي السنة اللي نراوه بناتنا بناتنا انتي فرحت اللي دار العروسة بكلهم بالوافيت وانتو ملاي مرتاحين سانوا يدري بالفعل لا ولا الوقت Boys لا احنا كنا بلى شبابيات واقعان حب الزوزي آية عيشو عيشا فول يعقى السنة اللجم شوفوا بلاق تركينا مالجم شوفوا بلاق تركينا حادثوا الحدد لضمن المدعويين المدعويين أحددوه يجيبك علي مقابوش الصالح اكتر من اللازمة قديش 50،سمئة يا ميالر رحاند 830 ي contain لا اقل حتى 3 يزي عيشو عيشا فول يرو لي الا coher Lance صغير فيه كابت البقلي وباكو الجيم سكر انتي المرهم انتي وانسي بتكتل بشبابة فيتما بعض اي اكيد سباح الخير نسي الكل يتابعوا فينا على قناة الوطنية الاولى في برنامج سباحكم تونسي مواصلي معاكم المشوار وتوى بش نقعد في الثقافة وسعادة جدا باستضافة المايسترو محمد بوسليمة المجير الأوركستر السامفوني التونسي سباح الخير مرحبا بيك سباح النور شكرا من دبوغ على الاستضافة هذي ديما فرحان كنجيل الوطنية والتلزمتعنا والهي ديما بغتو ناغ معانا في الانشتر اللي نعملها كل دوك مرحبا بكو وانشالله ديما ملمومين في الخير رغم الاوضاع والوضع صعيب اللي نتعديوا به ولكن مش ننشحوا انشالله مش نتعديوا هالمرحلة دي بإذن الله محمد انتي اليوم حذر بحثينا أول حاجة خلينا نذكروا بعراقة الأوركستر السامفوني تونسي اللي كنت كون سنة 1999 من قبل وزارة شؤون الثقافية الأوركستر السامفوني يضم ستين عازف وخمسين صوت يغنيوا على طبقات مختلفة كيما قلنا السوبرانو كما قلت كلامك سحيح معنى هذا النصاص اللي الأوركستر السامفوني كيه فرقة الدولة أول شيئت عام 1969 معت عنده أكثر من خمسين سنة احتفلنا بالخمسينية متاحة عنده كالك موه هي كيما قلت لك فرقة مرجعية الاختصاص متاحة هي الموسيقى الكلاسيكية الغربية الكلاسيكية الفيجون معناها با كلا موزيك سامفونيك اسانسيلمون لا موزيك سامفونيك ما تمشي الأنمات أخرى لكرياشون متاع التوينسا ومعناها لكي تعمل مجز بين الكلاسيكية كتابة الأوركسترالية والموسيقى التونسية ومعناها فما برشة ديشان نجم نختم فيها فيها 60 عازف فيها هما فيها ما يقارب 40 50 عازف ما انت والموزيك المكتوبة ما هوش ننبغ فيكس وفما منجدين معت الكورال والكوردو الأوركيس سامفونيك هو اللي هو والاسمتو كوردو الأبيراتو تونيس اللي الإدارة الفنية متاعه عند أميرة دخلية هذو ما ست أنتتة وحدهم ما يتبع لأوركيس سامفونيك ما حتى ينجم يغني وحدهم دوا في البروغرماسيان جاي إن شاء الله بش يكون عندهم حافلات وحدهم ما حتى كوردو الأوركيس سامفونيك ما حتى يغني وحدهم أكيد هذك هو الأنفات المشروع جديد أنه الكوردو الأوركيس سامفونيك مستقل فنيا أما هو يتبع لأوركيس سامفونيك كما قلت لك حافلات متاعنا بش يكون فيه الكورد معنا ما يعملو عروض وحدهم توقع يصيق قررين عن هو مثل الأوركيس سامفونيك المعنى هذك هو الأوركيس سامفونيك وبيش كون زادا في المشاريع متاعنا الجاي نعملو ديكونسر ديكونسر مجراta يسميو مزيك دو شامب ولا واحدة ما حتى يتبع للمشاريع سرسين بش نعملو ديكونسر دو مزيك دو شامب إيهم هذك من يتعادوا بحضور الجمهور إذا كان رجعنا للفورمول هذي سينا بشتاع ديوان لانليني باش ما تسيريش القاطعة بين الوركيستر وبين الجمهور المتاحة اللي هو في ويتبع وموجود خلينا نحتيوه على تقنية جديدة هي لتقنية لايف استريمين بدون بشكونوا حاضرين من خلال تقنية هذي نهار لحد نحن نكون موجودين هاد لحد في معتها العرض هو مش الوركيستر سانفوني تونسي ما اكاديمية الوركيستر سانفوني تونسي اللي هي اللي هو مشروع عملناه عنده عمين توا جديد يسمع وفيها الشاب معتها هو أساني نوركيستر خدجون كيمة نوركيستر سانفونيك هو اللي يعرف محمد مسلمة يعرف انه طور من الوركيستر هذي ضعف من الشباب يخدم برشا بشي داخل آلات موسيقية يسد الفراغات في نقص في العازفين يحاول ديما يخدم على تطوير الوركيستر سانفوني تونسي والله انا نخدم ان شاء الله نكون حتى نسبيا نجحنا وهي مش خدمة متاع عام هي خدمة متاع بعض متاع العشرة سنين سيالان تاغم الحكاية ان نوصلو نهار ونقولو عنا الوركيستر سانفونيك مية بالمية فيها كانت وانسا مازلنا عنا شوية آلات ناقصين اللي نخدم عليهم وماش خدمة ساهلة معنا باش تكون باش تكون باش تكون باش تكون باش تكون باش تقول اللي او في ثلاثة سنين وننصلوها في خمسة سنين وها في عشرة سنين وننحبو ننصلو ظو نجح لك الحافلة الحاد اللي هي بشتتعدا في الباج تاعتر دول هوبرا في ليس في فى موسيقى فى مقعة ترينى طادور backwards تغير mancanikال job-rack��ين معنها الظ сама ترينيا لا يفعلها بعد كيف يريد اعطينا التفاصيل تيتر دول هوبرا تونس اسش آ؛ suffer piper door facebook فى موسيقى فى جميع اعتتمام حافلة ديريكت مع تهم مهوش مسجل ومعاود مع ديكين حافلة ديريكت بشتتفرش فيها جيد تحترت سور بلاس للأكاديمية هذي اللي يفاها شاباب فم أعمار مختلفة على الأخر مع تفم صغار على الأخر اللي قاعدين يعصوا ويبارفوا كل جمع لذلك نغطي باللغون ديو نهارت لحد جاي مع مساعتين كما قد لكتباج تياتر دولو برا هي المؤسسة اللي معنا نحن نتبع تياتر دولو برا لأركي السينفونيك وفرقة الوطنية والفراق المرجعي نتع دولا كل جاي بار تياتر دولو برا لأن كنت تتوى في الدارة معهم زملائي وازدقائي دوك نوجههم بتاحية كبيرة هذي رات خدمة كبيرة وقاعدين سهرين وقايمين على المشروع ذاية باش تنجحوه اللي هو تقنية لايف ستريمينج او الحاجة باش ما يصيرش القطيعة بين الجمهور والعازفين هو في مدينة الثقافة سارت اكسبرينيونس عندهش برشة في المسرح وحسب مرة انا وين موجود غادي اللي وقع على معناه احترام احترام كل ما هو مع تدستانسيات من العباد التباعد بين العباد حتى في السين حتى في المسرح بيدة حتى في فوق السين فما حاجات ما عملوهم على خاطر باش ما تكون باش ما تكون باش معناها باش نبعدوا بغيما وكونوا ريسك زيغوة تفرج ولكن الوضع توي حاطم علينا انه مكونوا انليني موجودين ماناش اول جماعة راو ماناش اول عبادة عملناهم في العالم قاعدة تطير هكذا موجودة التقنية قادي نخدموا به وانا احنا باش نوكبوا اللي موجود باش محمد انا فما سوئل فاني دي ما نعرفوا اللي جمهور يكون دي ما حافز ودفع للعاسفين ولا الموسيقيين ولا المسرحيين ولا اي واحد يعتلي الرقح اكيد انو الناس باش مات مش مش تكون حاضرة هذي بش ييأثر فيكم شوي خطر الجمهور يحفزكم ولا لا انسادابت معناها اذا هو صحيح انا حذروا انت على البيبليك كنت تدخلنتي المسأل اول حاجا تخذرها تشوف تشوف كي تلقى السالة معبية ومعاش لون الكرسي معاش تراه معاناها اي صحي اي في مسح الوكيرات اعرفوا دونك وقت هذك اجمل احساس نجم تراه كي تطلع تبدأ تالع سيخسين تاو معاش موجود صحيح ولكن نعرفوا ليهو حاجة ظرفية وراوبش نتعديوها ونرجعوا كيما كنه احنا برمجتنا حاضرة بيك خلينا عطيو اين كلان دوي اشنو المعزوفيت اللي بيشتاعزفوهم اه في النهار لحد ان شاء الله خليهم اذا ما او موفيش الي العباد يز слуш ارى بالاهم نغتيب الوكازين فما برشة و يا احاب اكيد اللي اكيد هذه الاكاديمية عندها الافنائيح ولو عكس انفونيك عنده الافنائيح وما هما جنرال ما رهم العباد ليتبع الانشتنط اعماس حالة الوبيراة كل الوكتبعونا نغتيب الوهن ما صحيح نهارة لحد تابعونا مع انتو انتو جايل اليسرون اللي شير سورسين بشتاش تفرجوا فيه ديريكتما تقريباً من العازف تقريباً بشيكون حاضر شغسائي؟ حسناً، فمعديش ننوبة إكزاكت الحقيقة ما أببخي أربعين عازف أربعين صغير مابيناتهم مابين كل كورسي، شوف هو فالوركاسخ فما أم بيبيتخ وفما زوز كلاسي مع تزوز العازفين مثلاً في الكامنجا يتابعوا البيبيتخ اللي في وسطهم نظراً للظرف الموجود، كل عازف عنده بيبيتخ متاع ويبعد على العازف اللي بحذيه ميتر وميتر ونصف فما حاجة جديدة بصعيبة صحيحة علينا ما ينصد أبت بش النجم اللانشطة متاعنا نقوموا بها وش النجم الببليكي ما قلت لك ما يبعدش علينا ويقعد لي ما يوكب يعطيك صحة محمد فرحانين برشا باستيضافتك اليوم معنا إن شاء الله لكل أحباء الفن هذه والموسيقى الجميلة هذه يلقاوكم موجودين على أكيد السيت اللي كنت قلت عليها مساعتين إن شاء الله بكثر نجيح لكم منتوما وإن شاء الله تكون هذه الظرفية ونجاوزوها إن شاء الله الناس منذ الكل ومرحبا بيك معنا مرة أخرى توا متتبعينا نخليك اشتركوا في القناة 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 مواصلين استضافتنا لهذا الصباح وسعيدة جدا باستقبل مدام هداء بدوي وهي رئيسة جامعية المصعف الصغير أهلا وسهلا سلامة مرحبا بيك عايشك صباح النور عايشك هداء أنت موجودة معنا اليوم باش تحكينا على مبادرة الحقيقة لأول مرة في المدارسة الريفية المساعدات نوع آخر نخليك تعطينا فكرة على المبادرة هذه بوصقكم جامعية جامعية المصعف الصغير لحقيقة جامعية يعطيكم صحة عندكم اهتمام بالناشئة واهتمام بالأطفال خاصة وقت لتعلمهم الإسعافات الأولية عايشك يعطيك صحة على الاستضافة مرحبا احنا كنا موجودين قبل معاك وعودنا رجعنا مرحبا بيكم يعيشك برك الله فيك ستيلو كل التجيع يعيشك كما قلت لك نحنا ديما ان شاء الله نكون السباقين الفعل الخير هي البادرة الأولى في تونس إننا احنا معناها عملنا الحملة هذه بش تهتم بالمناطق الداخلية متاع البلاد بالمناطق الريفية حملة من حقي نتعلم إسعاف للمدارس الداخلية ومدارس الأريف اللي تنقصهم بارشة حاجات اللي نحنا معناها خممنا فيهم خطر بحكم إنه البعد والكل ما تنجمش تكون متواجد معناها في المدارسة الريفية ديما كما احنا طول أنشتن تعنا قاعدين نكموا بها في تونس وفي بعض الولايات من تونس خممنا إنه بش نعملوا الحملة هذه بش نوصلوا للطفل الريفي اللي هو زيدا من حقه يتمتع بها الفكرة هذي ومن حقه ومن حقه زيدا يتعلم الإسعافات الأولية خممنا في كما قلت معناها بش نكونوا لهم صندوق إسعاف بش نعملوا حملة تحسيسية للأطفال للأريف ومعناها بش نقدموا لهم هادية تتمثل في صندوق إسعاف ومعناها صندوق الإسعاف هذيك لازم يعرفوا هما مكوناته لازم كيف كيف معناها يعرف الشنوة مجعول لقدر الله كتيح صغير ولا حاجة أنا متأكدة معناها المدارسة الريفية تفتقر البارش حاجات قديش من مدرسة بش نتفع بالبوبادرة هذيك نحن إن شاء الله معناها إن شاء الله يا ربي هي حلمة والحلمة قاعدة تكبر أحنا إن شاء الله نزوروا 24 ولاية إن شاء الله يا ربي الهدف متاعنا وحلمتنا إننا نزوروا الولايات تونس الكل طوى بولو مامون إن شاء الله معناها بش نتوجهوا لشمال الغربي بما إني أنا بنت الشمال ونوجه بالمناسبة تحية كبيرة للولايات باجا والمدرسة اللي أنا تعلمت فيها مدرسة عند فيلي معتمدي اتبار تحية الأهالينا غادي يعيشك إن شاء الله معناها بش ننطلقوا من الولايات الشمال وإن شاء الله بش معناها نزوروا للولايات الكل وقتينش تنطلق الحملة إن شاء الله إن شاء الله في نص نوفمبر هكاكة نبدأ وخطر إحنا توا معناها مازلنا كي أطلقناها الحملة هذه وإن شاء الله يا ربي معناها تلقى الدعم وتلقى هو لمحالة الحمدولة وفما للتجاوب كبير برشة من الأولياء وفما تجاوب معناها من برشة عباد اللي سندتنا في الحملة اللي نحنا الطفل الريفي من حقه يتعلم إسعافه وأحنا كجمعية واجبنا إننا نعلموه نعم يعطيك الصحة شكرا لك مدام هودية لحضركم معنا بالتوفيق لجمعية المصعف الصغير وكيما قلنا بيد رحلوا برشة إن شاء الله تلقى كل الدعم وبالتبعاء كي تبدأوا بعد تقوموا بالجولة إن شاء الله تعودوا ترجعوا بحضانا إن شاء الله وبشوفوا تصوروا الفيديوهات للأطفال وهما يتفعلوا باتبعاء مع جمعيتكم إن شاء الله يا عمي شك بحضة شافة أسماء في مسك الختام وتستقبل معكم المكلماتكم الهاتفية أسباح الخير مرة أخرى نحب بيسل نصبح نحس هكا معبية بموجة الإجابية ورجعنا بش نكمل معكم البختي هذه الثانية بتاع الفحات اللي ميش أساسية حكينا بكري على الفحات الأساسية وليز ما تكون موجودة في الدير الكل تو بش نحكيه على الإضافات أما قبل هذي يطلعنا اتصال وإلى نكملوا مع الفحات ونرجع نكملوا مع الفحات ومبعثين إن شاء الله نخلو الاتصال متاعنا بعد ما حكينا على التابل اللي موجودين في الدير الكل وليز ما يكونوا موجودين في الدار التونسية اللي هما كما قلت بعد الملح أشيكم عن الفلاكحل والملح والكركم والتابل والكروية على أنواع الزوز والفلفل بأنواع الزوز هذو ما أنا نصيحة مني لأي مرأة تونسية يلزم يكونوا في كوجينتها نعاودهم اللي هما التابل والكروية هذي والتابل وهذي اللي كاتخي بيس اللي هو يكون لونه هكا وريدكم شنوى فيه نذكر فيس عبر رسيت اللي هما زوز كيلو تابل وكيلو كروية وخمسمية ثوم ومئتين وخمسين جرام أو ثلاثة مئة جرام فلفل شايح هذوما الكل نغسلوهم وننظفوهم ونشايحوهم من بعد نرحيهم التابل والكروية الثانيين اللي هما قلنا كيف كيف ديما نفس الباز اللي هما زوز كيلو تابل وكيلو كروية والإضافات الأخرى كل جيح لشكل خمسين جرام من كل حاجة مثلا من الحبق من الرند من السكنشبير من عود قرنفل من القرفة إذا فايت تكون شوية شوية وماذا بينا نقصوا منهم لماكسيموم ونجموزة بيانسور ما ننسيوش الكوركوم اللي هو بش عمل إيكي ليبغ في اللون والفلفل كيف حكينا حكينا على الفلفل السافي اللي هو ما فيه حتى شيء وحكينا على استعمالاته شنوى وحكينا على الفلفل المخالط اللي هو يكون فيه تابل والكربية وحكينا على البابخيكا اللي هو الفلفل المداشش هذو ما ديما يزم يكون موجودين في إيكيوجينا تعمراء التونسية نجيب للإضافات هذيني هوني قدامنا فما عنا أو الحاجة قدامي اللي هو نفس اللون هذو ما وغالبا ما فما برشة من ثائرهم ما يفرقوش حتى منعش ويمكن يكون تاس توخير بالريحة ماذا بينا إن شموا قبل ما نستعمل الحاجة خاطر يشبوا شوية لبعضهم نحكي للمبتدئات مش اللي من اللون نجمو يعرفوه هوني عنا الحبق الحبق كما نعرفه يكون شايح وإلا يكون أنا لنصحكم ديما تكون عندكم النبتة نطع الحبق معنا البو تكون عندكم في الكوجينة نحيوا منها تكون فرشكة خضرة وقت هكي نحطها في السلايت وإلا في المقرونة في الأخر كما النعناع راهو الحبق ميلزموش يغلي نحكي وقت لحكيه على الحبق لخضر على خاطر يتقلب للضدوي واليعمل مرارة الحبق الشايح هذيني في شنوا نجمو نعملو أبار إن كما قلت نبكر نجمو ندخلو في الفيح الحبق الشايح يجي في السلايته ده هو كيف كيف الكل ونجمي يجي في الفاقس اللي فيهم جيج مثلا بدنينا على الأخر عنا اتصال من باريز غاليا غاليا يظهر ليه غاليا أهلا وسهلا عاليا عاليا أهلا بعاليا شحوالك عاليا كما عاليا عمرا عاليا عاليا أي سايح فاط مرحبا بيك عاليا عايشك عايشك يعايشك مرحبا بيك تحية لكو لفرنسا الكل مرحبا بكو مرحبا بيك يفضلك إن شاء الله رب يرد غربتكم عايشك يعايشك عندك سؤال عاليا أو الاقتراح أنا على الكاك الورقة باي 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 انت عملت قبل ولا مبتدأ لا 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 عمري معمد ديبيوتانت باي إن شاء الله ما لننسحك يا عاليا إن شاء الله أنا جوان مرحبا بشنقول قبل بشنقول مثلا ننهار الفلانية رونا بشنعملوا كاك أورقة بشتحضروا روحكم بشنأتيكم المكونات الكل تحضروا ونبدأوا مع بعضنا بشتحضروا هاها هاي عاليا من بريس اه أي هبك هاي عاليا من بريس باي عاليا إن شاء الله بقدرة ربي اقبل ما نعمل الكاك باش كونا وحاضرين بشنقولو لكم اقبل باش نقول ابداة الفلانية بش نعملو فيها كاك الأورقة باش تحذر معايا انتي المكونات اينا نخدمها هوني وانتي تخدمها مقابلتني ونشوفه ان شاء الله اللي انتو اللي تنجح فيه وتعمل كعبا كعك ورقة مرتوبة وكي انك هزيتها من هوني من تونس مرحبايا علي نرجع للفحات حكينا على حباق كما قلت هنا في الشايح حكيت لكم يجي في الخبز زادة بنين برشا يجي في اللي سوس طومات في السوس الحامرة اللي الطومات من فرشكة هذيك الكونكاسية والمرحية اللي باش نعملوا بها في اللي سوس بلونش ما نحبذش برشا الحباق للشايح اكثر يمشي مع توسكيه تماطم فرشكة وخضراء ياسر بنين باي نجي وبعدو للكليل وزعتر الكليل وزعتر هنا حاتت لكم الكليل الأخضر تحية العربي جابهونا فرشك من الجبل وعنا الكليل الشايح وعنا الزعتر باي الكليل هي الورقة هذي المستطولة والزعتر اللي يكون كما نوارة ذريفة وصغيرة فيش نوارة نجمو نستعملوها حكينا بكري على اللحم العلوش نجمو نزيدوه للكليل وزعتر اما ماذا بينا اللي كي تكون في الليتها هذية في الخضراء كي تكون كليل أخضر ما نغليوهش هذي يجي وقت باش نعملو حاجة نفورة في الكيس كاس مثلا حاجة بشتيب بالفابور وإلا حاجة بشتيب بالفابور ومتاع الفور معناه يا في وسط الفور يا في الكيس كاس من الفوق يا نحطوه في اللخر مثلا باش نشويو الحم ولا حاجة نحطوه في اللخر ما خليوش يغلي على خاطر يتقلب للضد ويعاملنا لمرارة عكس هذوما هذوما كيفاش نجمو نستعملوه برش عبيد كي بش حطوهم في مصلي ولا في حاجة ميحبوش الزغيرات ماش حاجة دزاق غيابر معناه ياكل وينحي في العواض ناخذو كومبريس نضيفه ديما في الكوجينا وديما نحطوه فيها العشاب هذي ونسكر عليك الكومبريس مش بابيالي من يوم على خاطر المضر ونرميوها في طنجرة اللي باش تغلي ولا باش تتيب مع الجاج متاعنا وإلا معه شنوه اللي باش نحطوه يتيب نجمو نرقوه في اللي تا هذي اللي هو يبدأ مرحي مرحي وقت اللي باش نفوحو الجاج متاعنا مثلا قبل مرخبيوش في الكونجيلاتور نعملوه شوية كليل وزعتر مرحي الكليل هو اللونه غامق والزعتر هو اللي اللونه فاتح كي يكون مرحي مرحي رشة خفيفة خاطر الكثرة متاعو كيف كيف كي ما حكينا تعمل المرارة يمشي برقدي مع التوسكية لحوم بيضاء وكي ما قلت وفي اللحوم الحمراء نستعملوه هكا يجي أبن أنا عني الشايح بينسير النجمو نشايحوه نشايحوه مش في الشمس نشايحوه في الظل وماذا بينا في بلاسة مظلمة مش بلاسة ضو باش يعطينا خضورية مزيانة كي ما هذي نخليه في اللي تا هذي ووقت اللي باش نستعملوه النجمو نعديه حتى من الغربين يهبط بودر انا ماذا بي ما يكونش بودر يكون هكا ثبا هذي في اللي سالة دي الكل وما يغليش راهو ايه ترش ديما في اللخر نجيوه هنا للبس باسة الحلوة برشة يقولك فيش نوع نجمو نستعملوه انا ما نستغنيش عليها نعملها برشة 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 مع توسكي بنادق اي حاجة فيها كعابر بالحم البقري نعملها شوية بس باسة حلوة نرحيوها بنينا على اللخر يجي فيها مطعم المرجاز الكمون بيانسير ما يغليش وعنا هنا اشوش الورد ان شاء الله مع بعضنا نكتشفوا استعمالاته ان شاء الله نهاركم طيب وبو ميكاند واستنيونا في الحلقات القادمة بش نجيوه فيهم على سألة متاعكم الكل السلام عليكم شكرا لك شيفة اسمة هكذا ايذن مشاهدين نصول لنهاية برنامجنا بالنسبة اليوم حبيت نشكر الناس الكل اللي خدمت بتبيعها بش تأمن لكم المادة الاعلامية هذه ان شاء الله لتنال اعجابكم احنا ان شاء الله بش نتقابلوا انا وياكم نهالا خميس والجمعة الجايين ان شاء الله وطلقوا زميلتي اناس اللي عامري نهار اثنين ثلاث والاربعة ايجايين ان شاء الله على الوطن يا ما تنساوش برنامجكم سباحكم تونسي من العشرة النصف النهار ما بقالي كان بش يقول لكم الى اللقاء اشتركوا في القناة